أعربت مصر عن أسفها البالغ ورفضها لعجز مجلس الأمن مجددا عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة يأتي ذلك على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقد الفيتو للمرة الثالثة ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن إعاقة صدور قرار بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء يعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ وأكدت مصر أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار كما ستستمر في بدل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام وبرفض أي إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بما في ذلك رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية المومتانيون المومتانيون شكرا